الجزائر قامت بتعديل قانون المضاربة وشددت العقوبات على المضاربين سمعنا في التقرير ما بين 7 و 12 سجنا نافدا بحق 23 تاجرا محتكرا للسلة هل تعتقد الدكتور عامر أن على الدولة فعلا أن تضرب بيد من حديد هؤلاء المحتكرين أم أن الأحكام كبيرة ويجب إعادة النظر فيها هذه قضية من قضايا الصحافة الوطنية تطلعون يوميا بعديد القضايا في مختلف جهات البلد وفي الضائرة هذه بلاغت واحدة درجة خطيرة صارت تهدد الأمن الغذائي للأسرة سيما وأن المضاربات تتركز أساسا حول مواد مدعمة من طرف الدولة لفائدة المواطنين ولكن تعرض لتخزين من طرف أشخاص وليس بالضرورة أنهم كلهم تجار بأن العديد من المخازن التي وجدت في هذه المواد مخزنة ولم يكن المخزن تاجرا أو لا وصيفة التاجر يبقى من ناحية القانونية فعلا النص القانوني الأخير الذي صدر شدد العقوبة فصارت الجنحة جنحة مشددة بعدما كانت المادة 171 والمادة 172 في قانون العقوبات السري المفعول لا تتجاوز عقوبة المضاربة خمسة سنوات في أقصى حد الآن صار فيك أحكام بمدة 15 سنة وممكن تصل إلى أكثر من 15 سنة حسب النص الجديد ولذلك المسألات صارت بمثابة تهديد للاستقرار الاجتماعي وأنا كملاحظة وكمتابعة لما يجري أقول بأن المسؤولية الكبرى هنا تعود إلى تقصير المؤسسات المكلفة بالمراقبة والمتابعة لأعمال تزال طيب هناك فرق بين من يحتكر السلع من أجل إحداث ربما نوع من الخلل في الطلب والعرض وهناك من يخزن السلع لأن لديه مخزن وهو تاجر وهذا طبيعي هل على الدولة اليوم أن تحقق فعليا يكون هناك تدقيق في سبب تخزين التاجر لهذه السلع لأنه الفرق كبير بين هذا وذاك أنا متفقين ولكن على الدولة أولا أن تتأكد من أنه هذا الذي يقوم بتخزين له صفة التاجر له سجل تجاري يشتغل في السوق لأنه هذا ظاهر لماذا أولح على هذا الجانب لأنه للأسف العديد من الذين يخزنون هذه المادة لا صلة لهم بلا بسوق والمضاربة بمفهومها القانوني هو إحداث خلال في السوق يعني ما بزيادة الأسعار من ندرة المادة أو بإغراق السوق بمواد محددة بأسعار أدنى من السعر الرسمي أو السعر المتداولي ولكن يتعين وأنا وشاطره قرأت أنه يتعين على السلطات القضائية من ضبطية قضائية يعني بها قوة الأمن والدرك الوطني إلى نيابة أنه تتأكد كل التأكد من دقة التحقيق والتحريات حتى لا يظلم البعض وفي نفس الوقت حتى يكون لهذه الأحكام صدها الإيجابي لدى الشارع الجزائري طيب دكتور عامر ألا يجب اعتبار التاجر أيضا ضحية من ضحايا الواقع التجاري في الجزائر في السنتين الأخيرتين لدينا أزيد من 150 ألف تاجر تخلوا عن سجلاتهم التجارية قروا تجميد نشاطهم التجاري أو إلغاء السجلات التجارية كما ذكرت بسبب الجائحة ألا يجب مراجعة وضعية التاجر أيضا اليوم في الجزائر؟ الإجابة القانونية صريحة وهو أنه أي نشاط من نشاطات لا بد أن يكون هناك سجل لأن من يشتغل بدون سجل تجاري كان في حق أي تاجر طبقا القانون الجزائري أنه يجمد سجل التجاري لكن لما يعود النشاط عليه أن يعود لأنه تترتب عليه أو أن يعطي الشرائية للتجارة ثاني التزامة أزاء المؤسسات المعنية ثالث حاجة وهو أن المعاملات يكون معاملات شفافة للأسف لكثير من الذين محسوبين على التجار لأن الجزائر هددت في الفترة الأخيرة ليس بالمضاربة فقط بل حتى بتهريب السلع المدعمة خارج التراب الوطني فكما من شاحنة قاطرة من قواطر قبضة عليها وهي تحمل مواد غذائية من الجزائر في اتجاه حدودنا الشرقية والجنوبية على الخصوص ولذلك أنا أنتفق مع طرح الزملاء القانونيين الذين يلحون على وجوب إنصاف الناس بالتحقيق الدقيق وباعتمادك لكن إيجاد ذرائع لمن يقومون بهذه الأفعال لأن الشات اليوم أكثر من فيديو وناس وكأنهم يستنجدون بجماعات أخرى لإحداث ضجيج حول المتابعة لماذا تمتابعتي أو لماذا تصدر أموليه ترجمة نانسي قنقر